بلادي 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 لكي حب بي ورهاتي هذا النموذج من النمازج المتميزة اللي عاملت داخل مصر هذا العام بتميز المدرسة المصريية اليابانية بمجموعة من الأنشطة لأنشطة توكاسو وكمان في نظام المبنى المدرسي مصمم ومجهز لتنفيذ هذه الأنشطة والقاعات مساحات مميزة واسعة ولدنا بيمرسوا فيها الأنشطة بطريقة تفاعلية وده اللي ميز المدرسة اليابانية عن المدرسة الأخرى المدرسة الحقيقة من بداية افتتاحها والإقبال على المدرسة طبعا فتحنا بعد افتتاح المدرسة العادية فبالتالي أولاد الأمور نقلوا لأولادهم من المدرسة العادية نظرا لإيمانهم بأهمية تطبيق التعليم الياباني عندنا في مصر عندنا الأول اليوم بنستقبل الأولاد من عند البوابة الباص بيجيبهم كلهم وبنستقبلهم بيخشوا الفصل يحطوا شناطهم في الأماكن المخصصة اللي عليها أساميهم وبيقعدوا في الكراسي برضو بتاعتهم وبعدين بنبدأ أول حاجة بالريادة اليومية بنشوف قيمة الرايد من اللي كان الرائد مبارح والرائد بتاع النهاردة بتدي يلبس الشرع بتاعته ويعمل اجتماع الصباح مع أصحابه ويقول لهم هياخدوا إيه النهاردة في اليوم هيستفدوا إزاي باليوم بتاعنا بعد جهة بنخش على استذكار الهادئ بنسمحهم حدوتها بيعودوا هادين كده عشان يقدروا يستقبلوا اليوم الدراسة بتاعهم ويكونوا مخوهم ناشط ويقدروا يستقبلوا المعلومات بنعلم باللعب بنعلم الولاد أنشطة هما اللي يبتكروها بأيديهم كل الأنشطة كل الحاجات اللي متعلقة ديت هما اللي عاملينها بأيديهم إحنا ما نعملناش فيها أي حاجة النهاردة جينا بيت رفايدة علشان نعمل الزيارة المنزلية تابع أنشطة توكاتسو علشان طبعا لازم نتطمن أن أنشطة توكاتسو بتتطبق في البيت ولا لأ ولازم يبقى فيه لينك وتواصل بيننا وبين ولي الأمر وطبعا نشوف رفايدة مع أخوتها ومع أمامتها المدرسة هنا بتوفر لنا أن احنا نقضي يوم كامل مع الولاد يوم دراسي كامل من أول الصبح من أول ما بيجو لغاية لما اليوم بينتهي ده غير عشرين ساعة عمل تطوعي الولي الأمر بيجي يشارك بحاجة هو حبيبها في تغيير جامد بين المدرسة اللي كان فيها والمدرسة اليابينية دراتي المدرسة هنا بتتكلم على الجانب النفسي للطفل والجانب العلمي الجانب النفسي إن هي بتأهل الطالب سلوكيا للأفضل بلادي 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 لك حبي ورهابي